اشتركوا في القناة المسح على الرأس يخلق خلايا دماغية جديدة 2-الالعاب الالكترونية تقتل الذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي تسبب نزيف الدماغ لشدة التركيز تستهلك خلايا الدماغ قبل اوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهارات 3-السخرية من الام امام ابنها تجعل الطفل يركن للانطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم لان الطفل يستمد الموهبة من امه حسب اخر الدراسات 4-السخرية من افكار الطفل والتعليق غير التربوي على ما يقدمه من انتاج وتقدم وبذلك تصبح الدافعية له متدنية 5-قفل باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات والتقاليد الخاطئة وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والاجتماعي لديه تهميش الاطفال وامرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلا 6-الاقلال من شرب الماء بالذات اثناء التعليم فالدماغ يتكون من 85% من الماء لذلك يجب شرب كوب من الماء كل 45 دقيقة اذا لم يشرب الطفل يصدر الجسم حركات لا ارادية قحة، عطس، يحرك الكرسي، يسحب الطاولة يظهر للمربي انه يفتعل الازعاج 7-عدم تناول وجبة الافطار الناس الذين لا يتناولون وجبة الافطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم هذا يؤدي الى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ مما يسبب انحلالها ايضا يجب الحذر من تناول الوجبات السريعة 8-التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب يجب ان نلاحظ ميول الطالب العلمي ولا نفرض عليه مجالا معينا من العلوم 9-عدم تمكين الاطفال من عيش طفولتهم الطبيعية واغراقهم في الانشطة التعليمية فالكتابة على الجدران سببها عدم التمكن من الكتابة الحرة في السنين الاولى 10-الزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الابتدائية فتكبير الخط يرمز للثقة بالنفس والامان اذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين نتمنى لكم اعزائنا الكرام تجربة مميزة في تطبيق ما ذكر في هذا الفيديو مع اطفالكم ولا تنسوا نشر الفائدة لمن تحبون والاشتراك معنا لمزيد من المعلومات ونترككم بامان الله